اهلا بكم كل متابعي الكرام في الفيديو اللي معنا النهاردة هنتعرف على قصة حياة الفنان انور اسماعيل قصة حياته او رحيله هز الوسط الفني كله ولغز رحيله ادهش الجميع النهاردة هنتعرف على حاجات كتير جدا عن الفنان انور اسماعيل وهنعرف ازاي عصروا عليه بعد وفاته وايه قصة الوفاة دي وطبعا بعد تشريح الجثة ايه اللي قالوه الطب الشرعي وهنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياته الفنية وكمان الشخصية بس قبل ما نبدأ وزاي ما احنا ما متعودين مع بعض نرجو تدعموني بلايك للفيديو وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة الفنان طبعا كلنا شفنا اعماله كلها وكنا بنحبه في الاعمال اللي كان بيقديها واتميز بأدوار المعلم وابن البلد وكمان مرة بنلاقيه راجل خير ومرة تانية بنلاقيه شرير وشارس كمان وفي كل الاحوال كان بيكسب المشاهدين لصالحه وبالرغم من عدم حصوله على البطولة المطلقة في حياته الفنية ولو حتى لمرة واحدة وكمان اسمه ما تصدرش افيش اي فيلم من الافشات اللي كنا بنشوفها للأفلام المشهورة الا انه كان ممثل من نوع خاص ويفضل بنشاهده لحد ما توفى وكمان لسه اعماله في ازهان الجمهور حتى الان الفنان رحل عن عالمنا في 23 ابريل عام 1989 بس كان الرحيل كان ظروف الوفاة كانت ظروف غمضة جدا بعد ما وجده جثته في منزله واصبح حادث الكل كان بيتكلم عن وفاة انور اسماعيل لكن اللي هنعرفه دلوقتي معانا وهنعرف التفاصيل عن وفاته اكتر وهنقول ايه اللي حصل لما لقوه متوفي في منزله وبس كان طبعا التقرير اللي ظهر بعد وفاته قالوا انه بقالوا كم يوم متوفي وبعد العصور على الجثة وكمان تقديم الطب الشرعي طبعا بعد تشريح الجثة قالوا فيه كذا حاجة اتقالت من ضمن الحاجات اللي اتقالت قالوا ان الوفاة كانت بسبب جرع زائدة من المخدرات تحديدا الهروين وفيه مقولة تانية او حاجة تانية اتقالت عن وفاته وقالوا انه اتوفى وكان فيه شبهة جنائية في الموضوع والحاجة التالتة اتقال ان الوفاة كانت بعد قضاء ليلة مع احد الفتيات وطبعا استعلمت قوات الامن ورجال الامن على اللي حصل في الليلة دي والتقرير الطب الشرعي قالوا ان فيه النسبة من الهروين وده سبب الوفاة وطبعا المقربين من الفنان انور اسماعيل رفضوا ان الكلام ده وقالوا انه طبعا دي شبهة جنائية وكانوا مصممين على كده لكن الطب الشرعي قال انه توفى بسبب جرع زائدة من الهروين تعالوا بينا بقى نتعرف مين هو انور اسماعيل الفنان هو فنان مصري يقدم العديد من الاعمال التلفزيونية والسلمائية والإذاعية كمان وبدأ حياته مدرس مسرح بوزارة التربية والتعليم بعد كده انتقل العمل بالمسرح القومي وتميز انور اسماعيل بصوته المميز وكمان كان بيقدي اعماله الفنية بكل برعة وعلشان كان صوته غليز كان بيقدم روايات وحاجات كانت بتظهر في اذاعة البرامة الثقافية وخلال مشواره الفني في التمانيات طبعا كان مميز جدا بصوته اما عن ابرز اعمال الفنان انور اسماعيل كان بدأ انور اسماعيل حياته الفنية بالعديد من الادوار الصغيرة اللي كان بيلتقي فيها مع الفنانة نادية الجندي اللي عرض التعليق المشاركة في فيلم المتبح وانطلق بعديها لعدد كبير جدا من الاعمال الفنية وشارك كمان باعمال كتيرة جدا مع النجم عاد الامام وكان طبعا فيلم المميز للفنان انور اسماعيل زي فيلم النمر والانسة وقدم بعض اعمال تانية زي الف ليلة وليلة سنة 1991 وطبعا كان مميز جدا في الاعمال دي وكلنا شفنا الاعمال دي وكانت اعمال نجحة والفنان انور اسماعيل هو من اسرة فنية هو شقيقه المسيقار علي اسماعيل والفنان جمال اسماعيل هو شقيقه برضه وقدم حوالي خلال مسارته الفنية ما يقرب من حوالي 150 عمل فني ما بين السلمة والتلفزيون وكمان المسرح يعني فنان ليه اصول فنية من اسرة فنية عريقة والفنان درس بكلية التجارة في الاول وبعد كده بمعهد التمثيل وبدأت مشواره الفني بأدوار صغيرة زي ما احنا ما قلنا وكان الدور العلق في اذهان الجمهور زي عبدالاماش ومن اشهر الادوار اللي قدمها انور اسماعيل كمان وجسدها كانت مع معظم الفنانين العمالقة فنانين كبار جدا زي عادي الامام والفنانة نادي الجندي وأشهر من كذا شخصية فنية اشترك معاها الفنان انور اسماعيل ومن اشهر الادوار اللي قدمها فيه التلفزيون كان الصنباطي اللي ساعد العمدة صقر محمود مرسي في اعمال الشر من خلال احد المسلسلات زي عصفور النار وكان اخراج محمد فاضل ومن الاعمال الدرامية برضو اللي شارك فيها انور اسماعيل زي الايام والقضاء في الاسلام وعدد كبير جدا من الاعمال الشهيرة ليه بس طبعا كانت نهاية الفنان انور اسماعيل كانت نهاية مأساوية لان الكل ما توقعش ان دي تكون نهايته ولحد وقتنا هذا لسه القضية اويدت ضد مجهول ومحدش يعرف اساس وفاته او الحقيقة اللي قدت لوفاة الفنان انور اسماعيل وزي ما احنا ما قلنا فيه عدد كبير جدا من الاقويل اللي تقال عن سبب وفاته الحقيقية لكن طبعا زي ما احنا ما قلنا القضية تأييدت ضد مجهول ومحدش يعرف زي اتوفى الفنان انور اسماعيل وبكده نكون اتعرفنا على قصة حياة الفنان الراحل انور اسماعيل وعرفنا ان ازاي اتوفى وايه قصة وفاته واتعرفنا على حاجات في حياته الشخصية وكمان الفنية وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطالها الفنان الراحل انور اسماعيل ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش وانفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد وحصري من القناة كمان بفكركم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولوا لي من الفنان او الفنانة اللي تحب ونتكلم عن مسرته الفنية وكمان حياته الشخصية معنا في الحلقة اللي جاية وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة جزاكم الله عنا كل خير